وينضم إلينا من أربيل عضو منظمات الدفاع عن حقوق ضحايا المقابر الجماعية فؤاد عثمان سيد فؤاد ورحب بك معنا إلى هذه النشرياني بعد مرور 35 عام هل تم تثبيت حقوق للمؤنفلين وهل استحصلوها تحياتي إليكم وإلى مشاهدي قناة الحرى العراق اسمحوا لي في البداية أن أنحني إجلالا لدماء شهداء عمليات الأنفال سيئة تصييد بعد مرور 35 سنة على عمليات الأنفال أبشع جريمة التي نفذها النظام المباد ضد الشعب الكردي في إطار سياسات الإبادة الجماعية للكرد لا زال هناك مطالب لذوي المؤنفلين يدعون كل سنة مع تجديد استذكار لهذه المناسبة أبرز هذه المطالب إحقاق الحق ومطالبة بتعويض الضحايا ماديا ومعنويا وتنفيذ ما جاء في بند أو مادة 132 من الدستور العراقي الدائم بالإضافة إلى مطالب أخرى ومحاكمة المشاركين مع النظام في عمليات الأنفال وفق ما جاء في قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا مع أن حكومة أقليم كردستان خصصة وزارة خاصة بشؤون ذوي الشهداء والمؤنفلين ويتقاضون ذوي الشهداء والمؤنفلين رواتب شهرية وتخصيص قطع أراضي وخدمات الصحية ويتوفر لهم خدمات صحية وتوفير مسترزمات الدراسة لذويهم لكن يبقى مطالب ذوي المؤنفلين وذوي الشهداء يتم ذكرها في هذه المناسبة لكن ما هي العقبات التي تقف خلف عدم استلام البعض منهم لهذه الحقوق المثبتة من المفترض لهم سواء في الدستور سواء الاتفاق بين بغداد وأربيل أو حتى من قبل المحكمة الجنائية باعتبار أقارتها جريمة كما تعلمون أن عمليات الأنفال أطال الإنسان الكري بشكل عام بالإضافة إلى قتل الأبرياء تم تصفية المدن وفق ما جاء في الوثائق العراقية عليه لا بد أن تعوض ماديا ومعنويا ويتم إعادة بناء القرى المدمرة وإعادة بناء الإنسان الكردي بعد عمليات الأنفال لأن أصبح هذه الجريمة في ذاكرة الأجيال وسيبقى هذه الجريمة في ذاكرة الأجيال القادمة أيضا عليه فإن على حكومة العراقية بالتحديد كوريث للحكومة السابقة تعويض أو تنفيذ مادة 132 من الدستور ما إن حكومة أقليم كورستان في إطار تحديد أضرار العمليات الأنفال تم تقديم كتاب أو نسخة من الأضرار التي لحقها بالكورد وتم مطالبة الحكومة العراقية كم تبلغ أعداد الضحايا والمتضررين سيد فؤاد وفق ما جاء في الأرقام المتضررين يصل إلى أكثر من 132 ألف شهيد أو مفقود في عمليات الأنفال بالإضافة إلى هدم وتدمير أكثر من 4500 قرية بما فيها مدن وقصبات الكردية ومتنى كثيرا لك على حضورك معنا من أربيل عضو ومنظمة الدفاع عن حقوق ضحايا المقابر الجماعية فؤاد عثمان شكرا جزيلا لك